بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أيها الإخوة الكارم قراءتنا في هذه الليلة المباركة في فقه المواريث وقسمة التركات وهذا العلم قلنا يعتبر من أهم العلوم لأنه لا يستغني عنه أحد الرجل والمرأة والغني والفقير والصغير والكبير حتى الحمل وهو في بطن أمه له مسائل أكثر من غيره بل له ست مسائل فالإنسان بحاجة إلى أن يعرف لمن يكون المال بعده حرص عليه ونماه ما هو نصيب الأب وما هو استحقاق الإبن أو البنت وما هو نصيب الزوجة أو الجد أو غير ذلك وأيضا يعرف حصته من أبيه ونصيبه من أمه واستحقاقه من أخيه لأنه تنزيل من عزيز حميد لا مجال فيه للإجتهاد لا يمكن أن نقول هذا ابن بار نزيد في حقه وذاك عاق لا يستحق شيئا أو نقول زوجة مطيعة نزيد في حصتها وتلك ناشز لا تستحق شيئا لا نصوص شرعية وقواعد ثابتة لا مجال لا مجال للزيادة عليها أو النقص منها قلنا بعض الورثة أو بعض القرابة يرثون بالفرض والبعض الآخر يرث بالتعصيب ما هو الفرض أيها الأحباب قلنا الفرض نصيب مقدر جرعا لوارث لا يزيد لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول قلنا فلانا لها النصف لازم نعطيها النصف لا نزيد عليه إلا في حالة الرد ولا ننقص منه إلا في حالة العول وفلانا لها الثمن الزوجة مثلا لا يمكن أن نزيد أو ننقص إلا في حالة العول وإلا الزوج والزوجة لا يرد عليه فهناك من يرث بالفرض والفرض لغة بمعنى الحز والقطع وعند علماء اللغة وعند علماء الفراعظ نصيب مقدر شرعا لمن؟ لوارث ليس على شكل وصية للأيتام أو الأرامل أو المعزين أو المساجد أو طرق الخير لا نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وأما التعصيب فهو يعني ما يعطى بدون تقدير قد نقول لفلان جميع المال وقد نقول له ما أبقت الفروض وقد نقول يسقط ليس له شيء شخص واحد فمثلا عندنا أخ من الأب قلت غير مرة أخ من الأب يعني أخ للميت من أبيه أمهم متفرقة وأبوهم واحد فهو يسمى أخ من الأب أما إذا كانت الأم واحدة والأب واحد يسمى أخ شقيق وإذا كانت الأم واحدة والأب متفرق نقول أخ لعم فإذا قلنا هنا أخ لأب مرة أقول له جميع المال ومرة أقول له ما أبقت الفروض ومرة أقول ليس له من الميراث شيء وهو أخ من الأب أبوه وأبو الميت واحد مثال ذلك قالوا هلكت ليلة وتركت أخ من الأب نقول في أحد غيره قالوا لا ما في زوج لا ما في أولاد بنيين بنات قالوا ما فيه إلا الأخ هذا من الأب قالوا قلنا وماذا تركت قالوا تركت عماير في العزيزية وتركت مزرعة في حده وتركت حديقة في الشرايع وتركت كذا في أمكنة عدة من مكة وليس لها وارث إلا هذا الأخ نقول له جميع ما تركت هذه المرأة لا يشاركه فيه أحد لأنه عاصب وانفرد وحده وإذا انفرد العاصب وأخذ جميع المال هذه مسألة مسألة ثانية نقول له ما أبقت الفروض هلكت فاطمة عن زوج وأخ من الأب نقول ما فيه فرع وارث أولاد بني بنات قالوا لا نقول الزوج له النصف والباقي للأخ من الأب أخذ نصف المال مسألة ثالثة قالوا هلكت هند عن زوج وشقيقة وأخ من الأب أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط ليس له لا درهم ولا دينار فهو شخص واحد وقرابته من الميت واحدة أخ من الأب فمرة قلت له جميع المال لأنه عاصب ومرة قلت له ما أبقت الفروض لأن معه صاحب فرض ومرة قلت يسقط لأن الفروض قد استغرقت ولم يبق له شيء وهو من أصحاب التعصيب وليس من أصحاب الفروض فأهل الفلعصبة أحكامهم ثلاثة إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض وإذا لم يبق شيء ساقطا ساقطا إلا الأب والابن والجد هؤلاء لا يمكن يسقطون أما إذا كان عم إذا كان ابن عم إذا كان أخ إذا كان ابن أخ وهكذا فإنه يسقط إذا استغرقت الفروض يسأل ساعن يقول ما هي الفروض نصيب مقدر شرعا لوارث الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله المبينة في القرآن التي نتلوها في المصحف ونتعبد بها في صلاتنا ونرتلها في قراءتنا نقول الفروض ستة لا سابع لها الفروض ستة لا سابع لها ما هي هذه ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه ستة هذه تجد فيها آيات تقرأ وقرآن يرتل آيات في كتاب الله نسمعها من الإمام في صلاتنا أهل النصف نقول خمسة وأهل الربع اثنين وأهل الثمن واحد وأهل الثلثين أربعة وأهل الثلث ثلاثة وأهل السد السبعة وانتهى أهل الفروض وعددهم واحد وعشرين برة أخرى ما هي الفروض نقول الفرض لغة بمعنى الحز والقطع واستلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون ما هي هذه الفروض النصف والربع والثمن الثلثان والثلث والسدس بعبارة أخرى النصف ونصف هو نصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما بعبارة ثالثة الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه هؤلاء أهل الفروض والبقية نقول أهل التعصيب والعصبة ثلاثة عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير فقد ذكرنا أحكام كل منهما طيب أصول المسائل التي يعني الأصل الذي تخرج منه المسألة إذا أردنا أن نقسم التركة نقول أصول المسائل سبعة الأصول التي نستخرج منها المسألة سبعة ما هي هذه السبعة نقول أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة ما في خمسة وأصل ثمانية وأصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين أصول المسائل الفروض المقدرة ستة بينما نقول أصول المسائل سبعة مرة نخرى ما هي هذه السبعة نقول أبا فهد السبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية و نعم واثنى عشر وأربعة وعشرين سبعة الأصول هذه أيها الأحبة فيها شيء يعول يعول ما هو العول العول زيادة في السهام ونقص في العنصبة وفيها شيء ما يعول ثلاثة تعول وأربعة ما تعول ما هي هذه الثلاثة التي تعول أصل ستة وأصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين أصل ستة يعول أربع مرات إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وأصل اثنى عشر يعول ثلاث مرات فقط إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر وأصل أربع عشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين يعول إلى سبعة وعشرين الآن قد يأتينا مسألة تعلق بتصحيح المساعد كيف نصحيحها إذا كان ما ينقسم كيف نعمل نقول إذا كان الانكسار على نصيب واحد فالطريقة هكذا هلك محمد عن زوجه لا هلك محمد نقول عن أربع زوجات وبنت وأخ هلك محمد عن أربع زوجات وبنت وأخ نقول الزوجات لهن الثمن طيب هن أربعة والثمن واحد كيف نقسم الثمن بينهم الطريقة أن نأخذ الرؤوس رؤوس الزوجات أربعة ونضعها في الأعلى ونسميها يا شيخ علي جزع السهم يقول الشيخ علي ونسميها جزع السهم فنضربها في أصل المسألة أو مع عولها وما خرج فهو المصح فنقول أصل المسألة ثمانية وجزع السهم أربعة نضرب الثمانية في أربعة يطلع النتيجة أثنين وثلاثين من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزع السهم فللزوجات واحد في أربعة أربعة وهنا أربعة كل واحدة تأخذ واحد صر نصيبهم كامل ولا فيه انكسار وللبنت أربعة فيه كم وللبنت أربعة فيه أربعة ستة عشر وهو النص وللأخ أو ابن الأخ أو العم أو كذا كم أثنين فيه فيه أربعة فيه أثنين فيه أربعة فيه ثمانية وانتهت المسألة فنأخذ الرؤوس إذا كان الانكسار على نصيب على يعني شيء واحد نأخذ الرؤوس ونجعلها تزع السهم ونضربها في أصل المسألة أو مع عولها إن كانت عائلة وما خرج نسميه المصح نسميه المصح ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزع السهم قبل أن نقرأ أنا ودي أسأل الشيخ صديق الآن الشيخ صديق توفي شخص وزوجته حامل وترك بنين وبنات وزوجه ما العمل يا بني نعم نعم ما له ست مساعد يقول الشيخ صديق الزوجة تولها الثمن والأولاد لهم الباقي للذكر مثل حظ لونتين لكن المشكلة في الحمل هذا وش نسويبه الحمل هل نعتبره أوليد ولا نعتبره بنيه هل نقول سعد ولا نقول ليلى يكون عندنا إشكال ما العمل يا بني ست مساعد نعم نفرض أن الحمل هذا ذكر ونصحح المسألة ونفرض أنه وأنثى ونصحح ونفرض أنه ذكر وأنثى ونصحح ونفرض أنه ذكرين ونصحح ونحمل ونثيين أنثى يعني بنتين ونصحح ثم نفرض أنه ونميت ونصح اجتمع عندنا كم يا شيخ أبا فهد ست مسائل كيف العمل يا بني نعمل الورثة بالعذار ونوقف الباقي حتى يتبين الحمل فإذا ولدت المرأة أعطينا الحمل نصيبه والباقي أعدناه لمستحقه أقول أيها الأحباب علم الفراعظ علم عبارته سهلة وأسلوبه واضح لا غموض فيه ولا إسكال ولا يحتاج من الإنسان إلى جهد كبير وإنما يحتاج إلى متابعة وإلى مذاكرة وإلى دراسة وإلا فإنه من الأهمية بمكان كل مننا يحتاج إلى هذا العلم وإذا ما تعاهدناه بالدراسة فإنه ينسى فإنه ينسى وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد يعني مثلا تجد كثير من الناس الآن لو قلت أوف فيه شخص عن أولاد يقول للذكر مثل حظ العنسين لو قلت معهم زوجة قال الزوجة لها الثمن ما فيه أولاد زوجة فقط الزوجة أو الزوجات لهنا الربع الأم ولها السدس أو الثلث أو الثلث الباقي في العمرية وهك لكن لو قلنا توفي شخص وعنده خمسة أولاد وما قسموا التاركة بعد شهر وشهرين مات واحد منهم الواحد هذا عنده زوجتين وأولاد الزوجات هذه بعد فترة ماتت وعندها أم وأبو وكذا وبعدين مات أبوها ومات تعمل يعني أهل مكة كلهم دخلوا في هذه المسألة فإذا قلنا للشخص قسمها قال لا هذه والله هذه صعبة هذه فيها مناسخات فإذا عرف الإنسان هذه المسائل وعرف الطريقة أمكنه أن يحل المسائل على الوجه الأكمل وأن يعطي كل ذي حق حقه أما إذا كان يعرف بعض القواعد ويتوقف عند البعض الآخر فهذا يعني لا يكون ملما بهذا العلم فأنا أنصحه وقلت ذلك مرارا وتكرارا لأحبتي لو أن أي من أخذ كتاب المواريث وعمل على قراءته والاستفادة ممن هو قريب منه من أهل العلم ورسخ في ذهنه فذلك فيه خير كثير الآن أيها الأحباب كانت قراءتنا في علم الفرائض في عدة الباحث وانتهينا أو مستمرين في عدة الباحث في يوم الاثنين لكن عندنا بقية الأيام نقرأ في كتاب الكافي لابن قدامة لأن ابن قدامة رحمه الله ألف أربعة كتب العمدة للمبتدئين والمقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم والكافي لمن قطعوا شوطا أطول ثم المغني لمن هم على مستوى كبير من العلم والمعرفة والدراية ونحن الآن في كتاب الكافي نقرأ ما ذكره ابن قدامة رحمه الله على في كتابه في كتاب الكافي حول تقسيم التركات نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وأصل 12 تعول على الأفراد إلى 13 يعني أصل 6 يعول أربع مرات إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة ومثلنا فيما سبق بعوله على تسعة وإلى ثمانية إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشر الآن الأصل الثاني الذي يعول أصل 12 يعول كم مرة يعول ثلاث مرات مرة إلى ثلاثة عشر ومرة إلى خمسة عشر ومرة إلى سبعة عشر وقلنا العول العول زيادة في السهام ونقص في العنصباء نعم وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك يعني أصل 12 ما يعول إلى عشرين ولا إلى ثمانية عشر ولا إلى تسعة عشر وإنما يعول ثلاث مرات مرة إلى خمسة ثلاثة عشر ومرة إلى خمسة عشر ومرة إلى سبعة عشر بس وبعدين ننتقل لأصل 24 يعول مرة واحدة إلى كام إلى سبعة وعشرين نعم وسبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك فتقول في زوج وأم وابنتين أصلها إثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فإن كان معهم أكثر الآن نحن نشوف المسأل فتقول في زوج وأم وابنتين شيخ بكاي زوج وأم وابنتين الزوج له الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والأم له السدس لوجود الفرع الوارث أيضا والبنات لهنا الثلاثين فننظر الآن نقول الزوج له ثلاثة الربع والأم له السدس الثلاثة واثنين كم؟ ثلاثة واثنين خمسة ثلاثة واثنين خمسة والبنتين اللي هن كم؟ لهم ثمانية خمس وثمانية خمس وثمانية ثلاثة عشر هي أصلة نقول أصل المسألة من اثنى عشر كذا يا أبا فهد أصل المسألة من اثنى عشر عندنا زوج وعم وبنتين الزوج كمله الزوج له الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارث البنات والأم لها كم؟ لها السدس لماذا؟ لوجود البنات والبنات لهم الثلاثين لهم أكثر من واحدة فنقول ثلاثة زائداً اثنين صارت خمسة زائداً ثمانية صارت ثلاثة عشر فعالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر والعول زيادة في السهام ونقص في العنصباء نعم فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر إن كان معهم أب وما ثلاثة عشر أول قلنا ثلاثة عشر الأب نعطيها السدس السدس كم؟ اثنين اثنين وثلاثة عشر صارت خمسة عشر نعم ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب عالت إلى سبعة عشر نعم ولكل واحدة سهم وتسمى أم الأرامل نعم وأصل أربعة وعشرين تعول إلى سبعة أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى كام؟ إلى سبعة وعشرين لا زيادة عليها نعم تعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها وتسمى البخيلة لأن أصل ستة على أربع مرات وأصل 12 على ثلاث مرات هذه عالة مرة سماها العلماء البخيلة لأنها قليلة نعم لقلة عولها وسميت المنبرية المنبرية لأن علي رضي الله على المنبر جاء واحد سأله وأجابه وهو على المنبر فسميت المنبرية السبب في تسميته المنبرية أن الإمام علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر فسأله سائل فأجابه وهو على المنبر فسميت بالمنبرية نعم لأنها عالت لأن علي سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسع يعني امرأة أهلها ثمن وبعدين لما عالت صار تسع ما صار ثمن لأن العول زيادة في السهام ونقص في العنصباء نعم صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته وهو مستمر في الكلام يعني أنه كان للزوجة الثمن جعل للزوجة الثمن ثلاثة ثلاثة من أربعة وعشرين فصار لها ثلاثة من سبعة وعشرين بدل ما يسيري ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها ثلاثة من سبعة وعشرين فصار تسع وهي تسع باب تصحيح المسائل قلنا مثلا عندنا أربع زوجات لنا الثمن وشلون نعطيهم واحد عندنا مثلا خمس بنات لنا الثلاثين وشلون نعطينا الثلاثين عندنا ثلاثة أخوة لهم كذا كيف نقسم بينهم فهذا هو التصحيح ومقصوده إعطاء الإنسان ما يستحق بدون كسر بدون كسر نعم إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم ضربت عددهم مثل الزوجات كلنا أربع روسين أربع ضربنا عددهم ونسميناها جزء السهب ضربناها في أصل المسألة فالخارج نسميه المصح نعم ضربت عددهم في أصل المسألة وعولها إن عالت إن عالت يعني إذا ما عالت ضربنا عصلها وإذا عالت ضربنا العول نعم فما بلغ فمنه تصح إلا أن يوافق عددهم سهامهم بجزء من الأجزاء فيجزئك ضرب ضرب وفق عددهم في أصل المسألة الوفق نعم وعولها فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة في العدد الذي ضربته في المسألة وهو جزء السهم فما بلغ فمنه تصح نعم فهو له إن كان واحدا وإن كانوا جماعة قسمته عليهم وانقسم نعم قسمته عليهم وإن كان الكسر على فريقين أو أكثر متماثلة كثلاثة وثلاثة أجزأك ضرب أحدهما في المسألة وإن كانت متناسبة وهو أن ينتسب القليل إلى الكثير بجزء من أجزائه كثلاثة لا كثلثه أو ربعه كثلثه أو ربعه مثل ثلاثة وتسعة مثل ثلاثة وتسعة ثلاثة وتسعة كل واحد في ثلث نعم أجزأك ضرب أكثرها في المسألة وإن كانت متباينة يعني ثلاثة وأربعة أربعة أو خمسة خمسة وستة نعم تسمى المباينة هذه النسب الأربعة الموافقة والمباينة والمداخلة والمماثلة وتسمى بالنسب الأربعة نعم كثلاثة وأربعة وخمسة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة وإن كانت متوافقة توافقة في جزء نعم بجزء من الأجزاء كنصف والثلث كنصف وثلث وافقت بين عددين منها وضربت وفق عددين منها وضربت وفق أحدهما في الآخر نعم فما بلغ وافقت بينه وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر فما بلغ فهو جزء السهم يضرب في المسألة وطريق القسمة على ما ذكرنا متقدما لعلنا أيها الأحباب يعني نكتفي بهذا على أن نبدأ بباب الرد إن شاء الله باب الرد نقول عندنا هلك محمد عن جدة الجدة لها السدس وما بقي فلأولى رجل ذكر قالوا ما في أحد نرجع للجدة ونعطيها المال كله هلك سعد عن بنت نقول البنت ولها النصف طيب النصف الثاني قالوا لأقرب رجل ذكر قالوا ما في أحد نقول آطوه البنت هلك سعد عن بنتين البنات لئنا الثلثين وما بقي لأقرب رجل ذكر قالوا ما في أحد نقول هذا هو الرد نرد على الورثة لعدم وجود من يستحقه لعدم وجود من يستحقه وهذا درسنا إن شاء الله في يوم الأحد أما في يوم غد فقراءتنا إن شاء الله في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم نستلهم منها الرشد ونستوحي فيها الصواب وقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم والآن نتناقص إذا كان هناك أصئلة يقول السائل الكريم يقول أني حجيت عام 1435 متمتع والرجل ما عنده هدي ما عنده مقدرة وصام يقول صمت ثلاثة أيام في مكة وباقي سبعة أيام لم أصمها بعد الرجوع إلى بلدي لقد كنت مريض بالسكري والآن أريد الحج متمتع إذا كنت تريد الحج متمتع فالمتمتع يجب عليه أن الهدي إما رأس من الغنم وإلا سبع بدنة وإلا سبع بقرة وإذا لم يستطع قيمة الهدي فيصوم ثلاثة أيام لو من الآن يصومها وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده سواء كانت منتظمة أو متفرقة ثلاثة أيام لو بدأ بها من الآن جاز ذلك أو يصوم خمسة أو ستة أو سبعة والأولى يقول العلماء أن يؤخرها لأنه الآن يقول أنا قد يكون ما عندي وبعد أيام يجي واحد من بلده ويقول أقررني وبعد أيام يتيسر أمره فيصير قادرا فلا يصوم إلا إذا آيس من وجود المقدرة على الهدي سواء كان رأسا من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة ترجمة نانسي قنقر